بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الكيميا الحيوائية الطبية ان شاء الله اليوم رح يكون معانا محاضرة جديدة محاضرتنا اليوم ان شاء الله انها محاضرة مهمة رح نحكي فيها اخر موضوعين معانا بالمادة الموضوع الاول اللي رح نحكي عنه المرة الماضي احنا طبعا بلشنا نحكي انا وياكم عن البرميدين انابوليزم تمام حكينا انه البرميدين انابوليزم فيه انه ممكن يكون دي نوفو يعني انك انت بتصنع البرميدين من الصفر وممكن انه يكون هذا التصنيع او هذا الانابوليزم من سلافش باثوي او من اخر نيوكليوتايد كانت مكسرة عندنا لأي سبب من الاسباب طبعا زيه زي البيورين رح يكون في عندي انا نيوكليوتايد او رح يكون انا عندي نيوكليوتايد مكسرة من دي ان اي وار ان اي موجود كان في خلايا انتهى عمرها سواء زي ما حكينا انتهاء العمر كان هذا سببه طبيعي يعني مثلا انه الخلية صارت ايجنج وخلص وصارت وصلت العمر اللازم لالها او ممكن انه هاد الخلية تعرضت لاي ضرر سواء كان هذا الارض ضرر مثلا تروما يعني صدمة معينة ممكن يكون جرح معين ممكن تكون مايكروبس معين هاجم هاي الخلية ودمرها فيروس بكتيره الى اخرهم الدي ان اي او الار ان اي اللي فيها بتكسر فممكن احنا نستخدم القواعد هادي اللي ناجح عن تكسير الدي ان اي او الار ان اي مباشرة ونعملها كأنه ريسايكل يعني نعيد تصنيعها ونحولها مرة اخرى لنيوكليوتايدز جديدة تفوت في تصنيع اذر دي ان اي وار ان اي طيب الاشي اللي انا بدي احكيه هلا انه بشكل عام بالسلافش باتوي انت بكون عندك البرميدين بيز بتكون موجودة مع او يعني بتتفاعل مع اه اللي هو الرايبوز بايرفوسفيت تمام وبيعطيني البرميدين يوكليوتايد لكن هادي الصراحة مختصرة كتير ويعني مش كافية فمشان هيك انا كالعادة كتبت لكم الاسلافش باتوي بالتفصيل للقواعد البرميدين التلاتة اللي هم اليوريسيل او اليوريدين مونوفوسفيت والثايميدين مونوفوسفيت وطبعا السيتيدين مونوفوسفيت والسيتيدين السيتيدين مونوفوسفيت طيب رح اجي انا وياكم انمر على اليوريسيل هلا اليوريسيل اللي بتكون جاي من damage nucleotide رح تتفاعل مع الرايبوز وانفوسفيت الرايبوز وانفوسفيت هذا بوجود انزيم اليوريدين فوسفوريليز رح يعطيك يوريدين طبعا يوريدين اللي هو النيوكليوسايد هلا اليوكليوسايد هذا اللي هو اليوريدين رح نضيف عليه حبة اي تي بي طبعا الاتي بي رح تطلع على شكل اي تي بي زائد يوريدين مونوفوسفيت يعني اخدنا حبة الفوسفات اللي هون ربطناها مع هذا النيوكليوسايد فاعطان يوريدين مونوفوسفات هلا دائما دائما عمرك ما تنسى انه النيوكليوسايد هو عبارة عن الريبوز شجر زائد النيتروجين بيز النيوكليوتايد بيزيد عن النيوكليوسايد بحبة الفوسفات فهيك بتكون عندي اليوريدين مونوفوسفات من يوريسل ناتج من قاعدة نيتروجينية او من نيوكليوتايد مكسر من دي انا اي مكسر بالنسبة ل هلأ في طريقة تانية هلأ بالنسبة لليورسيل أنا في عندي طريقتين الطريقة الأساسية هادي اللي هي طريقة ايه اللي هي تفاعل اليورسيل مع الريبوزون فوسفيت تمام هلأ في عندنا طريقة تانية إنه من الستيدين من الستيدين إنه أنا يكون في عندي نتيجة التكسير أنا يكون في عندي نتيجة التكسير قاعدة ستيدين أو نيوكلوسايد ستيدين بواسطة انزيم سيتدين دي امينيز رح يعطيك يوريدين اليوريدين سعيتها باليوريدين كاينيز وهو نفس الانزايم اللي هنا طبعا زائد حبة اي تي بي رح تعطيني اي دي بي رح يعطيني او رح يتحول اليوريدين اليوريدين مونوفوسفيت فاذا السلافج باثوي اليوريدين مونوفوسفيت طريقة طريقة الاولى اجيب يوريسل لحاله اللي هي نيتروجين بازل يوريسل افاعلها مع رايبوز وان فوسفيت بوجود انزيم اليوريدين فوسفريليز يعطيني يوريدين وبعدين اليوريدين افاعله مع اي تي بي بوجود اليوريدين كاينيز يعطيني اليوريدين مونوفوسفيت وهيك نكون وصلنا للهدف تابعنا هلا في طريقة تانية اليوريدين مونوفوسفيت اللي هي عن طريق استيتدين لانه زي ما اتعلمنا بالباثوي المرة الماضي او حتى بالسنتساز انه في علاقة مباشرة بين استيتدين واليوريسل لانه اصلا تركيبهم كتير بشبه بعضه عن طريق استيتدين استيتدين دي امينيز رح يتحول استيتدين ليوريدين بعدين باليوريدين كاينيز رح تكون عندك اليوريدين مونوفوسفيت اللي هو نفسها اليو ام بي طيب نيجي لالثايمين او الثايميدين مونوفوسفيت بيكون عندي انا القاعدة القاعدة النيتروجينية اللي هي الثايمين اللي هي بتكون ناتجة كمان فروم دامج نيوكليوتايد تمام رح تتفاعل طبعا بما انه يا جماعة بما انه القاعدة اللي بكون طبعا بس موجود في الدي اناية وما بيكون موجود في الار اناية ودائما لازم يكون دايوكسي فنحيتفاعل مباشرة مع الديوكسي رايبوزون فوسفيت تمام طبعا اش رح يعطيك رح يعطيك دايوكسي تايميدين طبعا بوجود انزيم الثائميدين فوسفريليز الثائميدين او الديوكسي الثائرميدين زائد الاتب مع ثايميدولات كاينيز رح يعطيك ثايميدين مونوفوسفيت او طبعا الديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت مش بيناتنا الديوكسي احنا حكينا الرايبون يوكليوتايد الانزيم التي تعرفنا عليه المرة الماضية اي قاعدة شو اسمو اي قاعدة يعني اي قاعدة السكر اللي فيها بكل بساطة انا بقدر احولها لديوكسي عن طريق زي ما حكينا المرة الماضية اللي هو الانزالم اللي حكينا عنو اي كانت قاعدة عندك مش فرضا مثلا تايمين مونو فيوت بدحول تايم دين مونو فيوت بالديوكسي تايم دين مونو فوسفيت بكل بساطة بجيب انزيم الريبونيوكليوتايد ريدكتاز وعلى طول بتحول عندي فما في عندي ايات وها مشكلة هلا بالنسبة لانك تحصل على السيتيدين مونوفوسفيت عن طريق السلافش باثوي بدك تحصلها شوي بطريقة صعبة بدك تحصلها من انك انت يكون عندك تي يو تي بي اللي هي شو يلي يو تي بي اللي هي ريدين ترايفوسفيت عن طريق السيتيدين سنتيز نفس اللي انت بتستخدمه اصلا في حالة نفس اللي انت بتستخدمه اصلا في حالة السنتيز تمام يكون بس انه هذا اليوريدين ترايفوسفيت بد يكون ناتج from damage dna طبعا هم ما رح يكون from damage dna لانه اصلا اللي بيكون عندنا في dna dna اللي بيكون عندنا هم بيكون mono مش tri بيكون mono مش tri طيب نيجي نحكي لانه اليوتيدين triphosphate b عن طريق السيتيدين سنتيز رح يتحول لالسيتيدين triphosphate هلا اه بعد هيك انا عندي سيتيدين triphosphate اه رح نخسر لو نجيب adb حتى نخسر اه حتى نخسر اه حتى نخسر حبة الفوسفات حتى نخسر حبة الفوسفات تمام رح نفعلها مع ايش مع ال adb هلا اه بعدها ال adb طبعا رح تتحول ال adb و رح يصير عندي ايش رح يصير عندي سيتيدين اه diphosphate وكمان حبة adb تاني رح يطلع عندي في الاخير cmp او اللي هي السيتيدين monophosphate فاذا للأسف السيتوسين اغلب يعني اصلا اغلب تصنيه حبيكون في الجسم عن طريق ال di novo مش عن طريق السلافش لكن اذا بده تكون عن طريق السلافش بده تكون من اليو تي بي بده تكون من اليو تي بي اليو تي بي هذي ممكن يكون اصلها Parkinson umb يعني ممكن يكون اصلها uridine monophosphate بعدين 一aux انه بي جي بشكل اساسي من اوين من اليوردين تعرف انه بي جي بعد مره تانى بشكل اساسي من وين من اليوردين هاي يا جماعة كانت بتمنى انكم تكونوا فهمتوها انا حاولت اني اللخصها في اسهل طريقة ممكنة على كلنا رح اعيدها انا وياكم هلا كمان مرة مشان تدخل هلا اول اشي بالنسبة ل اليوريدين مونوفوسفيت انا في عندي طريقتين الطريقة الاولى انه يكون عندي اليوريسل زائد الريبوز مونوفوسفيت بيعطيني يوريدين واليوريدين زائد الاتب بوجود طبعا اليوريدين كاينيز رح يعطيك اليوريدين مونوفوسفيت او انك تصنع اليوريدين مونوفوسفيت من السيتيدين نفسها بتجيب السيتيدين الي هي نيوكليوسايد ماش الحال عن طريق سيتيدين دي امينيز بتحول السيتيدين لا يوريدين بعدين اليوريدين كاينيز بيعطيك اليوريدين مونوفوسفيت بالنسبة للثيمين سهل جدا وبشبه كتير الطريقة الاولى بتاعت اليوريدين انا بيكون في عندي ثيمين زائد اما رايبوز او دايوكسي رايبوز بس مما انو الثيمين الثيم hago هو فقط بيكون موجود في الـ DNA ما بيكون موجود في الـ RNA فدائما لازم يكون دايوكسي المهم بعطيك الثيميدين او الديوكسي ثايميدين دايوكسي ثايميدين بوجود الثايميدليات كاينيز رح يعطيك الديوكسي ثايميدين مونوفوسفيت تمام طبعا هادي هيك يعني دايوكسي يعني او نوتايميدين مونوفوسفيت انا المهم عندي يعني كليته زي بعض حكينا اي مشكلة بالنسبة لـ الديوكسي نيوكليوتايد بتحلها بكل بساطة بأنزيم الريبو نيوكليوتايد طيب اما المشكلة عندنا دايما بتكون وين في الاسلافش باثوي للسيتيدين هلا سيتيدين مونوفوسفيت يعني ما فيه ما بتقدر انك تكونها من السايتوسين بشكل مباشر ما فيه لا بدك تجيب بدك ترجحها او بدك تكونها من اليوريدين هلا اما يكون انت عندك يوريدين مونوفوسفيت بتحاول ليوريدين دايفوسفيت واعدا ليوريدين ترايفوسفيت تمام اليوريدين ترايفوسفيت ها ها رح اكتبها هون مشان انت تكون عارف ها رح اكتبها هاخ ها ها هاي من وين جاي؟ جاي from يوريدين دايفوسفيت議ن يوريدين مونوفوسفيت بس مشان تكون عارف لان احنا دايما نحكي سلافش يعني هو ياميстиن ع directamente عناخته محطمة هلا ايش اللي بكون وهو داخل ال高 Karen المحطم اليوراديين مونافوسف déplيسر يوراديين pinch lipophate بوجد سيتيدين سنتاز تن thoroughly exponentENDальные وبكل بساطه محيوّل الملاحظات المهمة اللي بتحديك بيران تقليل дорkee الاي France عفوا عن البرمدين سلافش باثوي بكمل معاكم بالجزء الثاني من المحاضرة اللي رح نحكي فيه على البرمدين كاتابوليزم وهو جزء بسيط وسهل وما بده اي اشي